أمنت بالله وملائكته وكتوبه ورسوله واليوم الآخير والقدر خيره والشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله سام يا ابن نوح النبي الصالح أعلم أنك تسمع كلام بسم الله القادر الواحد الأحد أمرك أن تقوم أمرك أن تقوم من قبرك الآن بسمlesia ما شها ما جزة ما جزة ما جزة ما جزة ما بصدق ما هذا ما الجزة مول Проديمح قول انظروا لقد أحيا لقد أحيا لقد أحيا يا عبدالله لبيك يا روح الله قل لنا من أنت قل لي يا عبدالله أنا عبدالله سامن بن النبي نوح نبي الله الرحمن واحد من أبناء نوح الثلاثة الذين نشونا من ذلك الضوفات يسام قل هل تعرفني أجل أنت عيسى أنت ابن مريم الطاهرة مريم الطاهرة العذراء أنت عيسى النبي العظيم المبعوث إلى بني إسرائيل يسام لقد عرفت من وحي الله أن شعر رأسك والحياتك كان أسود والآن والآن أرى أنه أبيض أقسم بالله العظيم أنها كانت كذلك ولكن عندما ناديتني اعتقدت أن القيامة قد قامت فأصابني الجزع العظيم من ذلك اليوم عندئذن بيضة اللحية وشعري هل أطلب من الله أن تعود إلى الحياة مجدداً مدة من الزمن لا يا روح الله كل من يعيش في هذا العالم سيذوق حتماً الطعم المر بخروج الروح من الجسد أقسم بجلال الله أنه لم أنس بعد الطعم المر لخروج الروح من الموت الأول الجسد الثاني لا تقض لي أن يقبض ملك الموت روحي مرة ثانية لقد كنت نائماً نوماً حنياً إلى أن استدعيتني إلى رحمتك الغرية لذا أريد يا رسول الله الطاهر أن أعود إلى جوار رحمة ربي قبل أن أتلوث بدنياً بدنيا هؤلاء الناس ومن دون أن أتذوق طعم الموت طعم خروج الروح المر من الجسد مشدداً أنك تقول الحق أنك تقول الحق يا سام الآن هل لديك كلام آخر؟ أيها الناس هذا الرجل هو عيسى بن مريم الطاهرة إنه يقيناً روح الله وكلمة الله العليا آمنوا برسالته ونبوته واتبعوا تعاليمه بأرواحكم وقلوبكم آمنوا به حتى تهتدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر